لما العلوم اللي حصلت اللي احنا بنعيشها زي علم الإدارة وعلم الإدارة بدأ يتنبه بدأ يطور ويترك تألية الإنسان يتحول الإنسان إلى آلة يترك ده عشان يحاول الإنسان إلى بناء آدم مش همته بس التارجت مش همته بس النجاح فلما تنبهوا لده بدأوا يتكلموا عن الأشياء الإنسانية وكأنهم بيقولوا النجاح مهم بس مش لوحده لأن احنا لازم مع أولادنا صحيح أنه سعيدهم منهم يكون متفوقين دراسيا ومهنيا ومحققين الدرجات مش بس لكن لازم كمان أن احنا نركز كمان على تعليمهم المقارات والقيم الإنسانية اللي يعيشوا بيها حياتهم فأولادنا في بعض الأحيين بيطلعوا شطار في الدراسة لكن للأسف هشين العلاقات وضعفاء في العلاقات جدا جدا عندهم مشكلات كتير جدا على سبيل المثال أولادنا بيطلعوا عندهم جفاف عاطفي وبيحس أنه قابلهم مرهوم بمدى تفوقهم بس فتلاقيه هو بتعامل مع أبوه أمه مش ملتفت أنه هو يقول لهم كلمة حلوة أنه هو يطبطب عليهم أنه هو يحضنهم وهما ساعات يسموه النموذج ده ساعات لما يكون في التركة العليا بتاعته يسموه عبقرينه لا عبقرينه ده لازم عبقرينه في القلب وعبقرينه وعقل وعبقرينه لكن لما يبقى عبقرينه بس من غير مشاعر يبقى ساعاته كده إحنا ما نقولش عليه عبقرينه إحنا بنقول عليه أنه كتلة صلبة تشبه الحاسب الآلي أو إحنا فرحانين به أنه تحول إلى روبوت فيها بحاس عملية جامعة أمريكية في أريزونا لقوا أن الطلبة اللي أبقهم ركزوا على أنهم يعلمون القيم والمهارات الحياتية بنفس القدر اللي هم شجعوهم على النجاح والنجاح الدراسي وتحقيق الإنجازات اللحظة حق غريبة قوي أنهم حققوا أفضل النتائج الدراسية مع صحتهم النفسية اللي كانت أفضل وكان عندهم ثقة بالنفس وعندهم كمان أعلى درجة من التعامل مع زملائهم ومع الحياة على خلاف زملائهم اللي أبقهم ركزوا فقط على النجاح الدراسي المرتفع فقط إيه الحكاية؟ أنه لو عايزين النجاح متزن لازم يبقى فيه تربية متزمة ففي معاني بنغرسها في أولادنا عن النجاح بتخليهم يتعبوا في الحياة لما نحن نكون فاهمين النجاح بشكل مش متزن إن محدش هيحترمك لو أنت مكنتش ناجح على فكرة النجاح هو اللي يخليك متشاف وسط الناس آه صحيح النجاح قيمة وإضافة إنسانية وحياتية جميلة جدا جدا ومهمة لكن إنه يكون همي إن أنا أنجح بس بأي تمن وما حسش إن أنا قليل في عيون الناس إيه لا يحصل؟ ده أفضل فيه إن أنا ممكن أدوس على أي حد وممكن أنا أكون عايش موجوع وحاسس إن الوجع ده توضع طبيعي الحياة فالحياة كلها مرار وطف وأنا أفضل ماشي في حياتي دي فيفضل الولد يعيني طول الوقت بيصارع وعايش على إن حياته مصارع وأنا هنا الناس لما بيجيوا وكلموني يقولولي أنت ليه ما بتربيش أولادنا على المنافسة قلت لهم عشان المنافسة اللي أنتو بتربوا لأولادنا عليها دي هي مش في منافسة دي صراع وأنا مش هقدر أخلي ابني يتاكل في وسط الصراع ده لكن أنا ممكن أربيه على إنه يكون محسن في فرق إنه يكون محسن وإنه يكون مصارع عارفين ليه؟ لأن أولادنا لما بنربيهم على المنافسة بالطريقة دي احنا بنربيهم على إنه يبقى الأول وعشان يبقى الأول ممكن يكعب لأي حد ممكن يعور لأي حد ممكن يئذي لأي حد ممكن في الشغل بعد كده يدي لأي حد كده حاجة من اللي انتم عارفون أيها الإسم اللي انتم عارفون ده عشان يزيحوا من أسو peril عشان يبقى هو الأول مش عشان ينجح في الحقيقة لا عشان يتشاف ويبقى طول الوقت الآن أن حد يتفوق عليه ولو حد تفوق عليه يتميلي قلبه حقد ويبقى طول الوقت مش راضي مهما حق إنجزت